ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اقتباعك اكثر مميزة اه مكتباعك اكثر مميزة انت شفتها يا تيمو ايوه بتخوف يا مامي معليش يا تيمو تعالى انا هحكيلك حكاية الحاجات اللي معايا جديد اوكي بص بقى تيمو النهاردة اسبوع ده الفيت ده كان فيه عيد قديس عظيم قوي 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 ومشهور جدا لا انا هقولك حاجات وانت اللي تقولي انت اللي تعمل ديفينيسكي اوكي هو قديس هو اللي بشرنا في مصر بالمسيحيين وهو كان السبب ان احنا نبقى كلنا كل المصريين مسيحيين عارفت هو مين لا طيب اول حرف من اسمه مين او ام 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 سميك سميك براف يا تيمو شاطر خالص يا تيمو طب انت عارف يا تيمو يعني ايه مارك لا مارك كلمة رومانية ومعنيها شاكوش يعني مرتو عارفت يا تيمو يبقى مارك يعني ايه شاكوش او مخطو برافو يا تيمو اما بقى الاسب يا تيمو اذر اسب هيه تيمو تعالة تيمو انا فحكي لك حكاية الاسب الاسب بعدها جهة حكاية كبيرة عجب بمرة من المرهات كان سام مارك ماري مرقص وبابا مسافرينوا اوكي وهم ماشيون في الطريق لقوا ايه طلع لهم اسد ليون طلعهم هم الاتنين وكانوا جعانين فروح بابا ما يمرقص خاف جدا من الاسد علشان هو كان يخوف وخافت منه الحسن ايه يأذي ويأذي مرقص فعمل ايه رح قال له اجري يا مرقص اجري 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 يوح البيت بسرعة ويسيبني انا الاسد يقولني وعلى بال ما هو يتشغل في اكلي تكون انت هربت وروحت البيت تفتكر ماري مرقص عمل ايه بقاتي هرب انت قلت ان الاسد ده جعان ايوه بس ماري مرقص مهربش ماري مرقص قال لبابا ما تخافش يا بابا بابا ياسوع هيحافظ علينا من الاسد بابا ماري مرقص ما كانش يعرف بابا ياسوع علشان ما كانش مسيح فراح ماري مرقص عمل ايه راح قعد على الارض كده وركع على الارض واقعد يصلي لبابا ياسوع ان هو يحافظ عليه هو وبابا وينقذهم من الاسد تفتكر يا تيمو بابا ياسوع سمع مرقص وهو بيصلي اكيد تيمو برافو عليك يا تيمو بابا ياسوع سمع صلاة ماري مرقص واستجاب ليه وراح عمل ايه بقى في الاسد ده بدل ما الاسد يأكل ماري مرقص وهو وبابا راح الاسد مات الاسود ماتت وبكده ماري مرقص وبابا بقوا كويسين وسليم وبابا استخرب قوي قال له ايه ده انت ازاي تعمل كده يا ماري مرقص ازاي تعمل كده يا مارك يا مرقص قال له يا بابا علشان انا بقى اقمن بابا ياسوع وبابا ياسوع يقدر يعمل اي حاجة وهو اللي انقذنا من الاسود ده فراح بابا ماري مرقص على طول راح ايه راح قال له طب و انا كمان انا كمان انا عايز ابقى مسيحي انا عايز اقمن ببابا ياسوع زي ايه ومن ساعدها وبابا ماري مرقص بقى ايه بقى بيؤمن ببابا ياسوع و هذه حكاية الى ايه يا تيمو الاسد عشان كده في اسد في سورة ماري مورقوس ايوة تيمو علشان كده فيه دايما جنب سورة ماري مورقوس بنلاقي اسد الله طب تفتكر ايه ده يا تيمو اللي مع ماري مورقوس ده 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 كتاب مضبوط طب هو ماري مورقوس كتب كتاب لا ماري مورقوس كتب لبانجيل دو سن مارك مش كده تيمو اه صح علشان كده هو متصور في السورة وهو بيكتب صح صح يبقى انت كده عارف ان ماري مورقوس هو اللي بشر بالمسيحية في مصر اوه و هو جنبه الاسد علشان احنا دسه حكيين حكاية الاسد اللي ايه اللي بابا يسوع انقذوا منه هو بابا و كمان مسك كتاب اللي هو الإفانجيل اللي هو كتبه علشان كده سمارك او ماري مورقوس بن ثاني الإفانجيليس اوه اوه ماري مورقوس الإنجلي اللي احنا هنشوفه دلوقتي يلا صح صح كده وركز و تعالوا نتفرج على الفيلم و نشوف ايه حكاية الإبرة و ماري مورقوس يلا اصحابي يلا تعالوا نتفرج على الفيلم و نشوف ايه حكاية الإبرة و ماري مورقوس باي 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 من الكيسة عاشت طول السنين من مورقوس بشر لك بخلاصة سمين ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ده صوت انفجار قوي جداً جاي من عند جارنا الدكتور عبقارينو تعالوا بسرعة نتطمن عليه اهلا انه ازيك اولاد؟ ايه اللي جابكو من عرضها؟ الانفجار هو انت كويس؟ آم الحمد لله ده كان مجرد انفجار بسيط ايه ده؟ ايه الحاجه اللي هنك دي يا دكتور؟ انت اخترعت سروح ولا ايه؟ اه دي؟ لا دي سفينة زمن دي عن طريقها بنقدر نروح للماضي ونقدر كمان نسافر للمستقبل كل اللي بنحتاجه اننا نصبط الوقت اللي احنا عوزينه وتنقلنا هناك على طول لكن للأسف هي السفينة لسه تحت التجربة طب واخترعت ليه سفينة الزمن؟ انا بحب تريك كنساتنا للإبتاية قوي طول عمري نفسي اشوف اجدادنا اللي استحملوا السجن والألام علشان حبوا ربنا وحافظوا على الإيمان الصحيح وتمسكوا بيه لآخر نقطة في دمه وأجددنا كمان درسوا الكتاب المقدس اه معلش انا قاسف يا ولاد فيه لسه شوية حاجات محتاجة تتزبط يلا يا كريستين نتفرج على سفينة الزمن من جوه عفقارينو قلّى سفينة الزمن بتاعته وأنا كمان خلصت الفضل يرجع لي أنا أنا اللي سرقت الرسومات من عفقارينو وطي صوتك حتودينا في دهية أنا هسافر وراه ومش هسيبه وأعمل فيه مقالب وحزبطله إن أنا أسكى واحد في العالم كله كده تمام كده السفينة جهزة للانطلاق فاضل بقى أصبط التاريخ على الوقت اللي جاي فيه مريمور قص مصر علشان أعرف أقابله أعاوز أعرف هو جاي سنة كام أنا أعرف إن ربنا يسوع عاش على الأرض 33 سنة ونص وصعد للسماء وبعدين مريمور قص كرس في بلاد كتير وبعد كده جاي مصر يبقى أنا محتاج أصبط التاريخ على سنة 50 ميلادية أيوة كده تمام إيه ده؟ أنتوا بتعملوا إيه هنا؟ أصلنا تشوهنا قوي للرحلة بتاعتك يا دكتور وكان نفسنا نيجي معاك وعزمنا نفسنا ومش عايزين حضرتك تكون ولا زعلان ولا مدي إزاي يعني؟ إزاي تستخبوا في السفينة بتاعتي وتيجوا في الرحلة دي من غير ما تاخدوا إذن مني؟ إحنا قاسفين قوي يا دكتور ما كانش قصدنا نزعلك حقك علينا خلاص خلاص هسامحكم المرة دي بس توعدوني؟ ما تعملوش كده تاني أبداً نوعيتك مش هنعمل كده تاني اشتركوا في القناة آه آي يا رب تصلح سفينة الزمن بتاعتك دي يا دكتور أحسن قطة مثلنا ظهرنا أنا آسف يا أولاد ما أنا قلت لكم الأول دي لسه أول مرة أجربها معاكم شكلنا وصلنا صح نفسي بقى أقابل أول واحد قامل بالمسيح في مصر على إيد ماري مرقص وده كان اسمه إيه؟ كان اسمه إنيانوس وكان بيصلح أحذية معقولة أول واحد يأمن بالمسيح في مصر كان راجل فقير وبيصلح أحذية لما ربنا يسوع اختار تلاميذه اختار ناس بسطة علشان يعلمنا أنه بيقبل أي حد مهما كان فقير أو مسكين وأن نجاح الكرازة مش بالعلم والذكاء ولكن بعمل ربنا في القلوب ياريت سفينة الزمن بتاعتك دي يا دكتور تكون مزبوطة علشان نشوف ماري مرقص لو سمحت ممكن تصلح لي الصندل ده؟ أسلط أطعم مني دلوقتي وأنا ميسي حاضر تحت أمرك اتفضل استريح صباح الخير أهلا وسهلا اتفضلوا أنا ما شفتكش قبل كده حضرتك منين؟ أنا من الخمس مدن الغربية أوي 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 المكراس دخل في إيدي اش فيني يا الله الواحد يا رب يسوع احنا ولادك ومناش غيرك وبنحبك جدا من كل قلبنا أرجوك اتحنن وتمجد وشفي له إيده ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ انت كنت بتصلي المين؟ وإزاي شفيت إيدي؟ أنا صليت لربنا الله الواحد الإله الحقيقي هو اللي شفاك تحب أحكي لك عنه؟ انت تعرفه؟ أنا مش بس أعرفه أنا شفته وهو بيشفي المرضى وبيقوم موته الله هو اللي خلق كل شيء السماء والأرض والزرع والمطر وجيه وعايش وسطنا وتصلب ودافع تمن خطيانا بس هو ليه عمل كل ده علشان علشان بيحبنا جدا ممكن أسألك سؤال لو سمحت انت ليه سبت بلدك وتعبت نفسك وجيت لغاية هنا؟ ربنا يسوع بعد ما قام من الموت ظهر لنا كتير قوي لمدة أربعين يوم وقبل صعوده قال لنا اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها معقولة أنا القاطي ربنا عايزني أعيش معاه أيوة ربنا عايز الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ربنا بيحبنا جدا وبيسمحنا مهما غلطنا بس بشرط اننا نتوب ونعترف ونتناول يلا بينا على البيت عندي نفسي قريبي وأصحابي وكل الناس يعرفوا ربنا الحلو ده كفاية بقى سنين طويلة جدا وإحنا تحت عبودية الشيطان والسحر وعبادة الأوسان أنا تعبت من كل ده أنت عرفة يا كريستين بيت إن يانوس ده بقى أول كنيسة في مصر وماري مرقس بيعتبر أول باتريارك للكنيسة المصرية وماري مرقس كتب إنجيله هنا؟ فعلا ماري مرقس كتب إنجيله وأداسه وسلمهم للمصريين ورسم إن يانوس أسقف ورسم معاه تلت كهنة وسبع شمامسة كلهم عرفوا ناس بربنا يسوع وعمدوهم زي ما ماري مرقس ما سلمهم ولما ماري مرقس أخذ إكليل الشهادة إن يانوس بقى البابا التاني والمسيحيين كانوا مخلصين لربنا دول كانوا مخلصين جدا في حبهم لربنا ده حتى الوسنيين لما كانوا بيشوفوا واحد بيتكلم بصد ومؤدب كانوا يقولولوا أنت أكيد قابلت واحد مسيحي النهاردة أنا سمعت ماري مرقس بيقول إنه تولد في الخمس مدن الغربية هي فين دي؟ الخمس مدن الغربية موجودين غرب مصر في شرق ليبيا وماري مرقس بعد ما بشر في مصر أخذ معاه مصريين من هنا وراح يكرز في الخمس مدن الغربية طب يلا بقى نرجع على سفنت الزمن أنا السمكات ابتي وهعلمكم ابتي يلا يا حلمين نبدأ التمرين وارجعنا لكم تاني يا صحابي مع فقرة الحروف الإبطية أو لالفا بيكوبت تعالوا نشوف تيمو كيف لدينا حرف إنه مدن لالفا بيكوبت فخاري سور أبخنان لتوسبحك وريني يا تيمو جاي بحرف إنه هارده جيت حرف حرف إيه ده البيتا بروب يا تيمو ده حرف البيتا أو البيتا وزي ما احنا شايفين كده يقول لك شبه حرف البي صح؟ وكمان بننتعو ب أو ذ بننتعو إي يا تيمو ب أو ذ وبردو الحرف ده ممكن يجي في أول الكلام زي كلمة فال يعني عين وزي كلمة فو يعني شجرة أو هاردر وزي كلمة برت يعني وردة أو فلور وممكن يجي في وسط الكلام زي كلمة تبت أو سمكة أو بوسون قريبت تيمو؟ آه يبقى مننتعو إيه الحرف ده ب أو ذ براو يا تيمو يلا وريني الحرف التاني الحرف التاني آهو آه لا ده حرف الغامة ده يا تيمو اسمه غامة وبيتنتعو غ بيتنتعو غ ويجي برضو ساعات في أول الكلام زي كلمة غلا آه يعني لبن وممكن يجي في وسط الكلام زي كلمة أغابي يعني محبة ده foram سعب هذه الحرفة؟ رأيك يجي مazi 뒤에 نقولås some of the sounds هاهر دابة تعطويه يال برافا تيمو يالا نقول اسحابي باي باي ونجلهم في الفقرة الجاية باي باي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة هم عدوا الاسرار كنستنا اللي بيهم احيا انا هذا قولتنا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة هم عدوا الاسرار كنستنا اللي بيهم احيا واختر المعمودية في بختش في المياه في المياه في المياه ويكون ليس واماك المكون واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة هم عدوا الاسرار كنستنا اللي بيهم احيا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة هم عدوا الاسرار كنستنا اللي بيهم احيا اللي بيهم احيا التاني سر المليون بعد المعمودية يكون ستة وتلاثين رشما في جسمي رح ربنا يحفظ اللي بيهم احيا هم عدوا الاسرار كنستنا اللي بيهم احيا اللي بيهم احيا اللي بيهم احيا تل المرض في المياه بكون زي يسوه ما كنا تكون واحد كنين تلتة باقة ستة سابة هم تلقصة كنتنا اللي بيهما هيا التاني سر الميون بادي مامودي يكون ستة وثلاثين رسمة في جسمي روح روبنا يحفظ وتسون ميحتني تلتة أربعة خمسة ستة سابعة هم دول أسرة كنتنا اللي بيهم أخيات التاني سر الميون بادي مامودي يكون ستة وثلاثين رسمة في جسمي وربنا يحفظ وتسون عم سانتو انت روحت فين؟ عم سانتو عم سانتو ايوة ايوة انا جاية هوا يا حبيبي يا عم سانتو اسمه ايه الباب اللي انت طالع منه ده؟ الباب ده اسمه باب مفتاح الأسرار طيب انا فاكر باب مخ الأسرار باب المعمودية وباب سر الأسرار اللي فيه التناول وباب سر التثبيت اللي جواهه سر الميرون انما باب مفتاح الأسرار ده ايه؟ ده مفتاح الأسرار لانه باب التوبة والاعتراف طبعا انت عارف؟ اه انا عارف الاعتراف بس معرفش ازاي نعترف وليه اصلا لازم نعترف؟ فاكر اللبس الأبيض اللي بنلبسه في المعمودية ده عشان قلبنا بقى أبيض وطلعنا من المعمودية من غير خطية طيب لما نجدب او نشتم او نقول حاجة وحشة او حتى نفكر في حاجة وحشة يبقى القلب الأبيض مبقاش أبيض واللبس الأبيض اتوسخه مبقاش نضيف ممكن نتعمل تاني عشان نلبس أبيض تاني ماينفعش نتعمل تاني ما احنا قلنا ربنا يسوع مات مرة واحدة وقام مرة واحدة انما ينفع نخسل هدومنا يعني ايه نخسل هدومنا وقلبنا يعني نرجع نتوب ونعترف يرجع القلب أبيض تاني وكأن اللبس الأبيض رجع نضيفه أبيض تعال معايا يا عم سانتو وريني أدخله ازاي وأعمل ايه فيه قبل ما تدخل عند ابونا تفكر عملت ايه حاجة وحشة طب ضيقت مين وطلع تصلي يا رب أنا آسف لأني زعلتك وما سمعتش كلامك وساعدني عشان ما اعملش كده تاني حاضر يا عم سانتو أعمل ايه بعد كده بعد كده ندخل لابونا نقوله الحاجات اللي احنا متضايقين منها أنا زعلت بابا يسوع لأني ما صلتش لأني اتخنقت لأني زعقت لأني ما روحتش الكنيسة لأني عملتش قاوة في الكنيسة طبعا لو واحد فينا مزعل أخوه لازم يروح يصلحه الأول ولو زعل ماما أو بابا لازم يرجع يقول سوري وأنا لازم اعترف عند ابونا مش ممكن أصلي واعترف لبابا يسوع على طول مثل أنا بكسف قوي لما ببقى عامل حاجة وحشة مثل بابا يسوع زمان قال لتلاميذه اللي هم دلوقتي أبونا وسيدنا كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السم وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السم يعني يا عم سنتو مش هقدر أتناول من جسد بابا يسوع ودمه كير لما اعترف ها طبعا انت بعد ما بتعترف وابونا يحط على راسك الصليب بيصليلك التحليل كأنه بيقول بالضبط اللي قاله ربنا يسوع مخفورة لك خطيئك تفرح قوي تحس خلاص الشيطان الوحش اللي خلك تزحلق وتغلط بعد عنك وربنا فرحان قوي انك رجعت ابنه حبيبه تاني ده يعني لو عملت حاجة وحشة صغيرة طب لو عملت حاجات كتيرة وبعدت فترة عن بابا يسوع وعن التناول حين فارجع أتوب وأعترف عارف يا ماركو كان في قدسين حياتهم وحشة قوي وأعمالهم شريرة لما تابوا واعترفوا بقوا حلوين قوي وكانوا بيجهدوا يعني يقعوا شوية ويقوموا شوي يغلطوا شوية ويتوبوا شوية لكن شوية شوية بقوا قدسين كبار وعندهم مش خطيئة وبقينا بنقول لهم يشفعوا فينا وصلوا لنا لسان انتوا حبايا بربنا ايه الآية بتاعت الباب ده يا عمو؟ الانجيل بيقول لنا من يكتم خطيئة لا ينجح من يقر بها ويتركها يرحم أمثال 28-13 من يكتم خطيئة لا ينجح ومن يقر بها ويتركها يرحم أمثال 28 لعدد 13 لا تسر الاعتراف علشان نبقى تملي نضاف أروح لأبونا بعد ما توب أقول له على كل الظنوب واحد اثنين ثلاثة رضاع خمسة ستة سابعا هم عدل الأسرار كنسكنا في لديهم أحيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر